بسم الله الرحمن الرحيم بنحاول بقدر مستطاع ان احنا ننقل لك المعمل داخل الستيديو علشان دايما احنا بنقول بنكرر دائما بنقول الشراك اكتر من حاسة بيثبت المعلومة المعلومة لما تسمعها غير لما تسمعها وتقراها غير لما تسمعها وتقراها وتكتبها غير لما تسمعها وتقراها وتكتبها وتعملها عملي طبعا التجربة العملية لما انا عملها او اشوفها وهي بتتعمل طبعا عمري ما هنساها خالص احنا قلنا قبل كده ان مادة الفيزياء بتتكون من خمس وحدات وحدة المحاليل وحدة الصوت وحدة الضوء المغناطسية الكهربية دول الخمس وحدات احنا مازلنا في وحدة المحاليل اتكلمنا على انواع المحاليل قلنا عندنا محاليل الحالة الغازية بس قبلها على طول عرفنا المحلول لان ده برضو مهم في حلقة النهاردة تعريف المحلول قلنا هو عبارة عن ايه هو عبارة عن مخلوط متجانس بيتكون من مادتين او اكثر المادة الموجودة بنسبة كبيرة بنسميها مزيب اما المادة الموجودة بنسبة قليلة بتسمى مزاب قلتلك قبل كده لما نجيب كباية وفيها مية وبعد كده بنضيف كمية من السكر هل السكر الاكبر ولا المية برافو تمام المية بتكون اكبر طيب نسبة السكر قليلة طيب نطلق على انه المزيب وانه المزاب تمام يبقى المية هي المزيب اما السكر هو المزاب يبقى ده الاساس في عمل المحلول يبقى المحلول هو عبارة عن مخلوط متجانس بيتكون من مادتين او اكثر المادة الموجودة بنسبة كبيرة بنسميها مزيب اما المادة الموجودة بنسبة قليلة تسمى مزاب تكلمنا على انواع المحليل قلنا محليل في الحالة الغازية محليل في الحالة السائلة محليل في الحالة الصلبة قلنا ليه بنقول محليل في الحالة الغازية وليه قلنا محليل في الحالة السائلة ومحليل في الحالة الصلبة لأن المحليل في الحالة الغازية بيكون المزيب غاز يعني لما نشوفه كده نقول ده محلول غازي المحليل في الحالة السائلة نقول ده محلول سائل المحليل في الحالة الصلبة بنقول المحلول ده ايه صلب كانت الفكرة المدرجة عند الناس كلها معنى كلمة محلول يبقى حاجة سائلة لا احنا عرفنا من خلال حلقاتنا ان فيه عندنا محلول في الحالة الغازية ومحليل في الحالة السائلة ومحليل في الحالة الصلبة وده بتتوقف على حسب حالات المادة اللي هي الحالة الغازية والحالة السائلة والحالة الصلبة قلنا يمكن تحويل اي من هذه الصورة الى صورة اخرى وقلنا فيه ظاهرة بس اللي هي ظاهرة التسامي دي موجودة فيه النفتلين واليود اللي فيها المادة بتتحول من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية مباشرة دون المرور بالحالة ايه بالحالة السائلة بعد كده اتكلمنا على محاليل الحالة الغازية وقولنا عندنا غاز في غاز وهنذكر لها امثلة سريعة غاز في غاز زي الهواء الجوي لان فيه اكسوجين وساني اكسيد كربون مختلطين مع بعض وفيه نيتروجين فيه حاجات كتيرة اوة موجودة في الهواء الجوي بس احنا بنقول عليها ده ايه عبارة محلول غازي طيب عندنا سائل في غاز طبعا كلنا عارفين الضباب الضباب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية المية ديت متبخرة في الهواء الجوي الكمية الموجودة في المحلول ده عبارة عن ايه؟ برافو الغاز اما المية كمية قليلة ولذلك بنقول عليها ايه؟ الضباب او الشبورة بالمعنى البلدي كده بنقول عليها الشبورة الصبح ودي بتحجب الرؤية حاجبانها للرؤية ده دليل على انه موجود قطرات من الماء قطرات الماء ديه لم تخليش الرؤية واضحة الصبح بعد كده اتكلمنا عن الصلب في الهواء الجوي يعني احنا قلنا غاز في غاز وسائل في غاز وعندنا صلب في غاز وقلنا الصلب في غاز بالزبط زي المواد اللي هي عبارة عن اليود والنفتلين لما احنا قلنا ان بيحصل لها عملية تسامي يعني بتنتشر زرات المادة الصلبة اللي هي النفتلين او اليود داخل الهواء الجوي بعد كده اتكلمنا عن محاليل الحالة السائلة اللي احنا بصددها النهاردة وبناخد جزء منها وقلنا محاليل الحالة السائلة عندنا غاز في سائل زي المياه الغازية وقلنا عليها المياه الغازية عبارة عن امرار سانيوكسي الكربون في المياه مع وجود مكسبات لون وطعم وبعض الروائح بنقول عليها ايه بمياه غازية وطبعة دي لها شروط في التكوين برضو طبيعة خلي بالك في تكوين اي محلول لما يجي يقولك ما هي العوامل اللي تتوقف عليها تكوين المحلول ايا كانت صرته اول حاجة هنقولها طبيعة المزاب وطبيعة المزيب مش هنقول بقى طبيعة الغاز وطبيعة السائل الا اذا كان محدد لك ايه محدد لك الحاجة اللي احنا هنتكلم عليها يبقى عندنا اول حاجة هنقول حالة المزاب وحالة المزيب طبيعته يعني هل هم هينساجموا مع بعض او هم هينختلطوا مع بعض ولا لا هو ده اللي المفروض نعرف ده المياه الغازية بعد كده اتكلمنا سائل في سائل وبعد كده اتكلمنا صلب في سائل وهو ده اللي موضوع كان موضوع حلقة الحلقة اللي فاتت وحلقة النهاردة ايه يا بقى العوامل اللي بيتوقف عليها تكوين المحلول اللي هو الصلب في سائل لان هو ده المهم لان ده اللي احنا بنكون منه المحلول السكري المحلول الملحي وكثير جدا من المحليل القلوية اللي هي بتتكون من او المحليل الحنضية اللي هي بتتكون من املاح بعض الاحماض او القلوية لان احنا قلنا وما زلنا بنقول ان ان شاء الله بعد ما تتخرج اتبقى مهندس زراعي اه تخصصك فني معمل ممكن تشتغل في اي معمل من معامل الكيميا او الفيزياء او البيولوجي او ان ان انت تشتغل في معامل تحليل خارجية تابع ميرفا ميال قاهرة او اي نوع من انواع معامل التحليل اللي هي مسؤولة عن تحليل ايه تحليل الماء اه نبدأ بقى في حلقة النهاردة اللي هي المحليل ايه الحقيقية المحليل الحقيقية هي بها ده نوع من انواع محليل ايه الصلب في السوائل الصلب في السوائل وقلنا عليها حقيقية ليه لأنها بتتكون من مزاب ومزيب ده عبارة عن تكوين المحلول لأنه عبارة عن مخلوط متجانس بتتكون من مادتين أو أكثر المادة الموجودة بنسبة كبيرة بتسمى مزيب والقليلة بتسمى مزاب نشوف بقى ايه هو المحلول الحقيقي والمحلول الغير حقيقي لأنه هنخصص حلقة خاصة للمحليل الغروية المحلول الحقيقي لما بنيجي نعرفه هو نفس تعريف المحلول الأولاني هو عبارة عن مخلوط بتكون من مادتين أو أكثر بس بيكون في صورة متجانسة ولو خواص معينة هنشوفها مع بعض ويريت نجيب كباية برضو معانا شوية سكر أو شوية ملح لأن النهاردة هنقس لكو تركيز محلول سكري لأن احنا المرة اللي فاتت قسنا تركيز محلول ملحي وإزاي بنقدر نفصل بعض المحليل عن بعضها مكونات المحلول عن بعضه لأن نتكلمنا فيها في الحالة السائلة بالنسبة للمحليل اللي يتمت الامتزاج بيتم الفصل بينها عن طريق لأن هنقول أسئلة في نهاية الحلقة بالرجال حاجات دي علشان ياريت تجاوب على الأسئلة دي نقول لك ما هو الجهاز المستخدم في فصل مكونات محلول تم الامتزاج أو عديم الامتزاج أو محدود الامتزاج أو ما هو الجهاز المستخدم في فصل مكونات المحليل الحقيقية اللي هي محليل الصلب في السوائل تعالوا مع بعض نشوف إيه هو المحلول الحقيقي نشوفه مع بعض كده المحلول الحقيقي هو عبارة عن محليل تتكون من مخلوط متجانس في صورة سائلة من مادتين أو أكثر وقلنا في صورة سائلة لأن المزيب سائل وتسمى المادة الموجودة بنسبة كبيرة بالمزيب والمادة الأخرى اللي هي الموجودة بنسبة قليلة تسمى مزيب نشوفه النقطة اللي بعد كده خواص المحليل الحقيقية إيه هي خواص المحليل الحقيقية إيه لما انت تشوف ده هو تقول عليه محلول حقيقي أول حاجة من الضروري تحديد المزيب والمزاب لازم المزيب والمزاب يكونوا ايه يكونوا قابلين للزوابان في بعض دي مهمة على فكرة جدا لابد أن الاتنين يكونوا ايه قابلين للإزابة في بعض اللي احنا قلنا عليها في الأول خالص اول حالها اللي هي طبيعة المزاب وطبيعة ايه المزيب يبقى دي ات اول حاجة من الضروري تحديد ايه تحديد المزيب والمزاب النقطة اللي بعد كده نصف كتر دقائق المزيب تماثل نصف كتر المزاب اللي هي جزيئات المزاب طبعا اللي لان الاتنين لما بيختلطوا مع بعض ما بتقدرش حضرتك تميز بين جزيئات المزاب وجزيئات المزيب مع بعض يعني احنا دلوقتي انا قلتلك هات كوباية وفيها شوية سكر لو احنا خدنا معلقة ودودناها ايه اللي هيحصل هنلاحظ ان كمية السكر هتدوب في المية ليه لان طبيعة المزاب وطبيعة المزيب متجانسة مع بعضيها يعني بيتكون مخلوط متجانس طب احنا لو جينا بصينا للمحلول دهوت هل احنا هنلاحظ جزيئات المزاب داخل المزيب يعني احنا مثلا احنا قلنا ده محلول صلب في سائل يعني احنا لو جيبنا رمل ودوبناه في مية ده محلول غير حقيقي يعني لان الرمل مش هيدوف في المية هو ممكن يتوزع شوية نتيجة للرجل لكن هيبدأ ايه يترسب تاني لكن احنا في الحالة دي بنشوف جزيئات المزاب داخل جزيئات المزيب وكذلك المحلول المعلق اللي احنا هنشوفه برضو في حلقة النهاردة وهنعمله مع بعض المحلول المعلق برضو بيغير طبيعة مادة المزيب بيغير طبيعتها ايه من ناحية اللون بس فطبيعي لما احنا بنجي نشوفها بعد كده بنلاحظ ان ايه لون المحلول اتغير وبالتالي بنبه احنا شايفين جزيئات المزيب داخل جزيئات المزيب تالت حاجة عندنا لا يمكن رؤية جزيئات المادة المزيبة في المحلول لا يمكن رؤية جزيئات المادة المزيبة في المحلول طيب ايه رأيكم ناخد كمية كمية من المية وناخد كمية من السكر ونعمل عملية زوابان ونشوف النتيجة دي في تكوين محلول إيه؟ محلول حقيقي دي عندنا أنبوبة اختبارة هاية وعندنا كمية من المية دائماً وأبداً دايماً احنا بننبه لما تيجي تضع دايماً أي مادة داخل أنبوبة الاختبار لازم تاخد وضع مائل بنسبة 45 درجة يعني نخلي الأنبوبة مائلة كده بعد كده نبدأ نضيف المادة اللي احنا عايزين نضيفها للأنبوبة لأن في الكيمية ممكن تضيف مادة المادة دي ممكن تكون لو اختلطت بمادة أخرى ممكن تعمل انفجار أو كسر للأنبوبة هنبدأ نضع المية زي ما احنا بنعمل كده بالظبط وخدنا كمية من المية معنا هاية موجودة معنا هاية هنضيف كمية من السكر اللي عندنا هاية كمية السكر هاية هنبدأ نضيفها داخل ايه داخل أنبوبة الاختبار بعد ما نضيف الكمية ديه نعمل عملية ايه عملية رج عملية الرج دائماً تكون كده يعني دائماً إنما نجي الرج في اي مادة بنستخدمها في المعمل سواء في الكيمية والفيزي ما ينفعشي إن انا سد الأنبوبة بصبعي بالإبهام كده ليه؟ لأن ممكن تكون المادة الداخلية ديت مادة كوية فبمجرد ما أنا أسد فوهة الأنبوبة بالطريقة ديت ورج كده الرج دا يعتبر ايه خطأ لكن أنا لو عايز أرج بمسك الأنبوبة كده وبعد كده أعمل عملية الرج كده دي عملية الرج اللي دايماً تتم ايه في الأنبوبة إحنا هنلاحظ دلوقتي يعني لما هنيجي نشوف طبعاً إحنا عارفين علشان المادة أصلاً ما هياش مادة ضرة مفيش مشكلة في عملية الرج إن أنا ممكن أسد الأنبوبة ممكن بصدادة لأن عندنا سدادات موجودة معنا وإحنا جايبينها برضو معنا سدادات للأنبيب سدادة هيت ممكن أنا سد الأنبوبة واعمل عملية رج كامل إذا كانت فيه بقايا من المحلول موجودة أو المزاب موجودة داخل الأنبوبة طب تعالوا نشوف بقى مع بعض كده الخواص المحلول اللي تكون عندنا طبعاً إنتوا كنتوا شايفين الأنبوبة لما كان الميا جواها هل هي فرقت دلوقتي؟ يعني إحنا ملاحظين دلوقتي إن كمية المحلول اللي تكون ده عندنا محلول حقيقي المحلول ده متجانس بيتكون من مادتين مادة مزيب اللي هي المية واللي إحنا ضفناها اللي هو إيه السكر وإده بنقول عليه محلول سكري ومن خواص المحلول ده على فكرة خلي بالك إن إحنا لتركيز المحلول نفترض إن تركيز السكر هنا في المحلول كله 5% طب لو خدنا منه كمية صغيرة يعني مقدار معلقة مثلاً برضو هتبقى النسبة إيه 5% يبقى أي جزء من المحلول بيحمل إيه؟ بيحمل نسبة التركيز اللي هي موجودة داخل إيه؟ داخل المحلول يبقى نشوف بقى اللي هي الخواص اللي هي بتاع المحلول الحقيقي أول حاجة في الخواص ديت أول حاجة إن هو إيه؟ إن هو يعتبر شفاف جزيئات المزاب بتماسل جزيئات المزيب لأنه لما تدخلوا مع بعض أصبح ما بقاش فيه فرق بينهم هل أنا شايف دلوقتي جزيئات المزاب داخل جزيئات المزيب؟ طبعاً ما نشايفها ليه؟ لأنه حصل امتزاج كامل أو تجانس كامل بين مادة المزاب ومادة المزيب يبقى أنت ممكن تعملها زي ما أنا قلت لك كوباية وفيها شوات سكر وشوية مية وبعدين تعمل لهم عملية إزابة لأنه هنتكلم عليها بعد كده إزاي نكون محلول غير مشبع ومحلول مشبع وفوق مشبع ودي أنواع المحليل الحقيقية يبقى احنا عملنا المحلول ده هوت ونشوف برضو الخواص مع بعض تاني على الشاشة بتاعتنا قلنا أول حاجة اللي هي من الضروري تحديد المزيب والمزاب يعني يكون فيه تجانس بين جزيئات المزاب وجزيئات المزيب تاني حاجة نصف كتر دقائق المزيب تماثل نصف كتر دقائق المزاب لا يمكن رؤية جزيئات المادة المزابة في المحلول تمام؟ طيب بعد كده نشوف مع بعض رابح حاجة أن هي تنفذ من خلال الأغشية شبه المنفذة تنفذ من خلال الأغشية شبه المنفذة طيب إحنا عندنا الأغشية شبه المنفذة زي إيه؟ زي ورقة الترشيح اللي معانا ديت إيه؟ ورقة إيه؟ ورقة الترشيحة هيت ورقة الترشيح غالبا إما مستطيلة أو دائرية وغالبا بتكون إيه؟ بتكون دائرية تطبيق ورقة الترشيح لازم يكون له طريقة معينة بالروح عاملينها كده دي مرة وبعد كده بالروح مسكنها تاني وعملينها كده علشان نستخدم ورقة الترشيح أكتر إيه؟ أكتر من مرة وبعد كده بالروح مطبقينها زي هي مطبقة كده شايفين؟ تاني مع بعض نعملها كده الأول نصين وبعد كده النصين التانيين وبعد كده الروح مطبقين ديت مع بعض كده أصبح عندنا شكل مخروطي هوت هنستخدم الجزء ده مرة شايفينه كده مع بعض زي الأمع ها تمام؟ وبعد ما نستخدم ده الروح قفلينه كده ونستخدم الجزء التاني اللي هو الناحية التاني كده تمام؟ كده مع بعض طيب بنستخدمه في إيه بقى؟ داخل الأمع زجاجي طيب نشوف مع بعض كده ونجيب الأمع هذه الأمع معنا هوت ده عبارة عن أمع زجاجي ورقة الترشيح بتقضع فيه القمع ازاي؟ بنضعها كده نفس الشكل بتاعها مع الوضع المخروطي بتاع الأمع ده أمع زجاجي أهوت بنضع ورقة الترشيح كده خلي بالك عشان لو أنت عايز ترشح أي حاجة على فكرة الترشيح ده بيمنع الشوائب فقط بيمنع إيه؟ الشوائب فقط طيب بنجيب الكاس وبنضع الأمع في قلب الكاس عشان أي جزء من المزيب هينزل هنا أو المحلول هينزل هنا هنلاحظ أنه هو إيه؟ ينزل فيه الكاس نفسه هناخد المحلول اللي احنا عملناه هوت المحلول رايق خالص هوت زي ما احنا شايفين طيب نضعه بقى فين؟ في قلب ورقة الترشيح كده كده شايفين إحنا مع بعض هوت هنضعه في ورقة الترشيح بعد ما وضعناه ده اللي احنا بنقول إيه؟ إن المحلول الحقيقي بينفز من الأجسام شبه المنفذة الأجسام شبه المنفذة اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ورقة الترشيح شايفين المية هي بتسقط في الكاس أو هنقول المحلول المحلول السكري لأن إحنا دلوقتي إحنا عارفين إن ده محلول سكري فإحنا لو تزوقنا لأن المية ديت مية مقطرة ونظيفة لو تزوقنا المحلول اللي إحنا وضعناه هنا والمحلول اللي نازل من الأمع هنلاحظ إيه؟ هنلاحظ إن المحلول هنا محلول سكري ومن اللي نازل برضه من الأمع محلول إيه؟ محلول سكري ده عبارة عن عملية الإيه؟ إن من خواص المحليل الحقيقية إنها بتنفذ من الأجسام شبه الإيه؟ شبه المنفذة دي الخواص اللي هي بتاع المحليل ولذلك دايماً إنت لو اتبعت الخواص دهيت زي ما إحنا عملناها كده مستحيل إن أنت تنساه لو جالك في الامتحان سؤال يقول لك أذكر خواص المحليل الحقيقية على طول هتفتكر آه ده الميستر جاب أمبوبة وحط فيها شوية سكر وحط فيها شوية مية طب إيه اللي حصل بعدها؟ إن إحنا شفنا المحلول جزيئات السكر دابت في قلب الإيه؟ في قلب المية جزيئات السكر مش باينة خالص يعني جزيئات المزاب مش باينة داخل جزيئات المزيب طبيعة المزاب والمزيب متجنسة مع بعضها اللون رايق للعين طيب ده الميستر عمل حاجة جاب ورقة الترشيح وعملها وعرفنا ورقة الترشيح بتتطبق إزاي وحطها في الام ووضع فيها المحلول السكري ولقينا المحلول كله نفذ منين؟ من ورقة الترشيح هنشوف الفرق بين النفاذ المحلول الحقيقي من ورقة الترشيح والمحلول الايه؟ الغير حقيقي نشوف الجزيئة بقى اللي بعد كده مع بعض إن المحلول الحقيقي متجنس للعين وديت اللي احنا ايه؟ اللي احنا شفناها والخمس حاجات اللي احنا قلناهم وعملناهم عمل نشوف مع بعض بقى أنواع المحليل الحقيقية محلول غير مشبع؟ ايه هو المحلول الغير مشبع؟ انت مش شبعان أصلاً يعني ايه معنى انت مش شبعان؟ يعني جعان ممكن تاكل اكل تاني بالبلدي كده المحلول الغير مشبع هو المحلول الذي يقبل مزيد من المزاد تمام؟ وايه؟ هنشوفه برضو مع بعض دلوقتي يعني احنا لو جبنا عندنا المحلول اللي هو موجود داخل الكاس وجبنا معلقة المعلقة دي تجبنا فيها شوية سكر كمان ووضعناهم في قلب الايه؟ في قلب الكاس وبدأنا من ايه؟ نقلب ايه اللي احنا هنلاحظه؟ هنلاحظ خلينا برضو مع بعض كده هتلاحظ ان كمية السكر كلها عمالة تدوب طيب لحد نقطة معينة ده بنسميه محلول ايه؟ محلول غير مشبع ولا محلول مشبع؟ هو قالك المحلول الغير مشبع هو عبارة عن ايه؟ المحلول الذي يقبل مزيد من المزاد طيب انا ضفت المعلقة هوت لو احنا لاحظنا فعلا السكر كله داب طيب لو جبنا معلقة كمان وضفناها وعملنا عملية ازابة ممكن تدوب لحد نقطة معينة اي كمية هاجة ضفها هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان كمية السكر مش هتدوب وفي الحالة دي هيبقى وصلنا للمحلول ايه؟ المحلول المشبع المحلول ايه؟ المشبع تعالوا مع بعض نشوف قلنا تعريف المحلول الغير مشبع هو المحلول الذي يقبل المزيد من المزاد طيب نشوف كده مع بعض المحلول اللي هو المشبع بقى المحلول المشبع هو عبارة عن المحلول الذي لا يتقبل مزيدا من المادة المزابة عند درجة حرارة الغرفة في درجة حرارة الغرفة العادية لكن عندنا حاجة اسمها محلول فوق مشبع محلول فوق مشبع ايه هو المحلول الفوق مشبع؟ هو المحلول الذي يتقبل مزيدا من المادة المزابة عند درجة حرارة عالية عن درجة حرارة الغرفة بمعنى ايه؟ احنا لما بنيجي نعمل الشرباط اللي احنا هنحطه على الكنافة او هنحطه على البسبوسة او هنحطه على الجلاش في رمضان مثلا او في اي مناسبة من المناسبات هل ينفع ان انا جيب محلول غير مشبع اللي هو لسه يقبل مزيد من المزاب واسق بيه للكنفة انا سامع الناس بيقولوا لا ما ينفعش لانها تعملها عجينة في الاخر ومش هتكتاكل طب ايه اللي هيحصل؟ هل المحلول المشبع برضو ينفع؟ لا طب انا اعمل ايه؟ لازم اخلي المحلول ده محلول ايه؟ فوق مشبع ايه معنى محلول فوق مشبع؟ يعني محلول مشبع هو محلول مشبع بس المحلول مشبع لما جينا عرفناه انت قلت يا مستر المحلول المشبع لا يقبل مزيد من المزاب بس انت انسيت نقطة صغيرة قوي اللي هي عبارة عن ايه؟ في درجة حرارة الغرفة لكن احنا لو زودنا درجة الحرارة احنا لما بنشوف كده لما بنجي نعمل الشرباط هم بيقولوا عليه شرباط هو سكر محلول سكري مركز علشان نضيفه للكنافة او للبسبوسة او للجلاش فلازم يكون نسبة السكر فيها عالية طب ايه اللي هيتم؟ لازم نحطه على درجة الحرارة طب درجة الحرارة بتعمل ايه؟ لانه سوال ممكن يجي لك علل يقولك المحلول الفوق مشبع هو محلول مشبع يقبل مزيد من المزاب تحت تأثير درجة الحرارة لان درجة الحرارة بتعمل ايه؟ بتعمل توسيع للمسافات البينية بين جزيئات ايه؟ المزيب فتسمح لجزيئات المزاب ان هي ايه؟ تدخل داخل جزيئات المزيب طب لو سيبنا يبرد شوية باللاحظ بيقولك ده الشرباط ده سكر ايه سكر يعني ايه؟ يعني بقى فيه رواصب سكر تحت لانه لما احنا بردنا بدأت المسافات البينية ايه؟ معنى المسافات البينية ايه؟ يعني ايه؟ اضيقت شوية فتبدأ تطرد كمية منين من المزاب اللي هو ايه؟ السكر جايب لك عينة من محلول فوق مشبع برضو علشان نشوفها مع بعض ده محلول فوق مشبع علشان طبعا هنا مش هينفع ان انا اخد محلول مشبع وسخانه والكلام ده كله طبعا الحاجة دي هتبقى ايه؟ هتبقى يعني صعبة شوية داخل الاستيديو فانا جبت لك محلول فوق مشبع جاهز لو انت شفت المحلول الفوق مشبع بص ما هواش عايز ينزل من الانبوبة شوف انا بمييله ازاي؟ ليه؟ لاني بدأت تبقى ايه؟ لزوجته عالية جداً لزوجته عالية ليه؟ لاني كمية السكر اللي انا دوبتها فيه كمية سكر كبيرة فوق المحلول اللي هو المشبع يعني انا عملت له تسخين درجة التسخين خلت جزء من المزاب بيدخل داخل جزيئات ايه؟ المزيد ده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه شرباط اللي احنا بنضعه فين؟ بنضعه فيه البزبوسة او الكنافة او الجلاش وطبعاً كله شفته الحاجات ديت لان احنا لو وضعنا المحلول العادي اللي هو المحلول الغير مشبع او المحلول المشبع هيحول الجلاش او الكنافة او البزبوسة الى عاجينة تماماً لكن احنا بنضع ديت علشان ايه؟ درجة امتصاص المحلول دهوت داخل الجلاش او الكنافة بتكون ايه؟ نسبتها ضعيفة شوية يعني بيغلف ايه؟ الجزء الخارجي وجزء منه بيتخلل داخل جزيئات ايه؟ المادة اللي احنا عاملينها تمام؟ ده بالنسبة لانواع المحليل الحقيقية لاني دايماً السؤال لما بيجي يقولك ايه؟ ممكن يجي يقولك زي ما احنا قلنا قبل كده في الحلقات السابقة ممكن يقولك ايه هي انواع المحليل بس هنقول محليل في الحالة الغازية محليل في الحالة السائلة محليل اذكر انواع محليل الحالة السائلة من حيث الامتزاج ينفع اقول مشابع وغير مشابع وفوق مشبع. طبعا الاجابة خطأ. ممكن طالب يحلها ويخرج فرحان ويقول لك ده انا كتبت انواع المحاليلة. لكن نذكر انواع محاليل الحالة السائلة. تمام? من حيث ايه? خلي بالك كلمة من حيث دي نحط تحتها تلات سطور. من حيث الامتزاج. عندنا محاليل عديمة الامتزاج خالص? وذكرنا لها زي الايه? زي الزيت في الماء. طيب محاليل محدودة الامتزاج. يعني كل ما منضيف كمية قليلة بيحدث بيحدث عملية امتزاج. لحد نقطة معينة تحصل شيء من العقارة شوية. لو لو ضفنا كمية كبيرة من المزاب. يحدث عندنا سطح انفصال. وبيتحول في الحالة دي ايه. اما محاليل تمت الامتزاج هي اللي ممتزجة مع بعضها امتزاج كامل. وقلنا فيه منها محاليل متماثلة ومحاليل غير متماثلة. ايه هو المحلول المتماثل يا مستر? قلنا محلول متماثل يعني التركيب الكيميائي بتاع مادة المزاب ومادة المزيب متشابه. لكن ازا كان التركيب الكيميائي مختلف يبقى ده محلول ممتازج بس بيبقى غير ايه? غير متماثل. نشوف مع بعض باقي موضوع حلقة النهاردة. ايه هو المحلول المعلق? المحلول ايه? المعلق. المحلول المعلق من اسمه حتى? معلق. يعني بنضيف هو عبارة عن محلول برضو متجانس بتكون من مادتين او اكثر المادة الموجودة بنسبة قليلها بتسمى مزاب والمادة الموجودة بنسبة المادة الموجودة بنسبة قليلها فعلا مزاب والمادة الموجودة بنسبة كبيرة بتسمى ايه? بتسمى موزيب. طيب احنا عندنا المحلول المعلق ممكن نعمله عملي دلوقتي هات شوية نشا من المطبخ كده وانت قاعد وهات كوباية ودود النشا في الكوباية او مسحوق طبشير اي حاجة من الحاجات دي وابده اعمل لها عملية زوبانة ايه اللي هتلاحظه هم فكر معي بسرعة كده همش عايزين نجاوب علشان نديك فترة ان انت ايه تركز معنا وتشغل مخك معنا طبعا اه فيه ناس بتقول ان فعلا النشا هيدوب وهيكون حاجة زي اللبن كده تمام طبو بعدين باللاحظة ان بعد فترة ان النشا ده بدأ يترسب تاني يبقى معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده ان كان مادة المزاب معلقة داخل جزيات ايه المزيب ما كانتش دايبة الزابة كاملة ايه اللي حصل بعد شوية لوحظنا ان مادة المزاب بدأت تترسب فيه الاسفل الانبوب برضو هنعملها مع بعض عملي زي ما انا قلتلك هنجيب انبوبة اختبار وانبوبة الاختبار ديت هناخد جزء من النشا مع بعض تعالوا مع بعض كده دي انبوبة اختبار الانبوبة بتكون نظيفة وجفة بعد كده بناخد كمية من النشا بعد كده بنضيف عليها كمية ايه كمية من الماء نضيف كده كمية من الماء ونشوف مع بعض زي ما انا قلتلك لازم نمتك الانبوبة بوضع ايه براب ووضع مائل زاوية 45 علشان المادة اللي انا هضيفها زي ما انا قلتلك لما نضيف حمض كابريتيك مثلا على مادة اخرى موجودة ممكن نتيجة سرعة انزلاق حمض الكابريتيك على المادة الكيميائية ممكن يحصل عمل تتولد كمية من الحرارة تكسر الازاز تكسر الانبوبة يعني احنا دلوقتي هنضع كمية من الماء على النشا بعد كده بنعمل عملية ايه عملية رج شايفين عملية الرج بتكون ازاي وبرضو خلي بالك ما تشتغلش في المعمل وخاصة معمل الكيميائي ممسكش الانبوبة وغطي الفواب بتاعتها بصبعي لاني ممكن تكون حمض كابريتيك وحمض كابريتيك مركز يعمل مشكلة ايه اللي احنا ملاحظينه دلوقتي هنا اللي احنا ملاحظينه اني بدأ جزيئات المزاب تختلط مع جزيئات ايه جزيئات المزاب لو احنا شفنا احنا عندنا محلول كنا عاملينه من شوية المحلول دهوت لو احنا لاحظنا لما سيبنا فترة ايه اللي احنا ملاحظينه هنا ايه الفرق بين الاثنين لاحظنا ان النشا او المادة اللي هي المزابة بدأت تترصب فين في قاع الانبوبة ولذلك احنا بنقول ان المحلول في الحالة ديت محلول ايه معلق محلول ايه معلق طب المحلول دهوت اه له خواص برضو ايه هي خواص المحلول المعلق دي اللي هتحاول نعملها برضو ايه عامل شايفين المادة عملت ازاي بقى شكل اللبن بالزبط طب بالنسبة ليه النشا لو احنا عملنا له عملية تسخين ايه اللي هيحصل تمام هيتحول الى جل هتحاول المهلبية كده او هيتماسك مع بعضه وهيكون لنا في الحالة دي تسائل ايه سائل غروي طب تعالوا مع بعض نشوف ايه هي المحلول المعلق وفي نفس الوقت ايه هي خواص المحلول المعلق بيقولك هو عبارة عن ايه هو عبارة عن خليط غير متجانس وغير شفاف زي ما احنا شفنا لانها شكل اللبن بالزبط تمام نشوف كده خواص المحلول المعلق برضو نعملها عملي حجم دقائق المزيب اكبر من عشر تلاف انجستروم يعني غير دقائق جزيئات المزيب اللي هي المية تب تاني حاجة يمكن ملاحظة الجزيمات احنا لما جينا شفنا الانبوبة لما شفنا الانبوبة مع بعض ايه اللي تم شفنا الانبوبة شكل اللبن بالزبط ها الانبوبة معنا هيت ولما جينا رجناها ايه اللي حصل لاحظنا اني فعلا شكل اللبن يعني احنا شايفين جزيئات ايه جزيئات المزيب طيب الخاصية التالتة نشوفها برضو مع بعض ايه هي الخاصية التالتة طرق بين نصف كتر المزيب والمزيب طيب الجزيئة اللي بعد كده ان جزيئات المزيب تترسب سريعا ولا تمر من مسام ورق الترشيح طب تعالوا كده نشوفها مع بعض هنجيب برضو الكاس زي معنا نكاقية وعندنا ورق الترشيح قبل كده ورقة الترشيح احنا استخدمنا الجزء دوت فما ينفعش اننا استخدمه تاني هروح واخد الجزء ده هوت الجزء التاني ده هوت مو ده احتياطي معايا هنا واروح وضعه برضو في الايه في الامع بعد كده اجيب المحلول المعلقة هوت وضعه فين اضعه في ورقة الترشيح تعالوا كده مع بعض احنا بنرجي كويس هوت هنضفهم مع بعض ونشوف ايه الفرق طيب تعالوا بقى نشوف النقط اللي بتنزل النقط اللي بتنزل هنا لو احنا لاحزنا نقط بيضة خالص نقط بيضة احنا شايفينها مع بعض اهوت انا بمييل لك القوة مع قدر الامكان علشان نقدر ايه نشوف النقط النقط دي هل نقط دي شكل اللبن طبعا لا في طلبة كتير بيقولوا لا النقط دي ات نقط بيضة يعني ده المزيب المزيب نازل لوحده لو احنا سيبنا فترة هنلاحظ ان جزيئات المزاب كونت دايرة داخل الامع دوت تمام وهو الرهالكو برضو اه لما المحلول ينتهي من عملية الايه من عملية التنقيد شايفين الميا اللي نازلة هايت كشفينها مع بعض اوي هايت دي عبارة عن ايه نقط ميا اه او مية المزيب او بنقول عليها المزيب لان لو كان محلول سكري هينزل برضو هنا محلول سكري بس احنا وضعنا النشا مع المحلول اه ودودناهم اتكون محلول شكل اللبن بنسميه محلول معلق اه المحلول المعلق ده زي ما احنا قلنا الخواص بتاعته كلها نصف دقائق المزاب غير نصف نصف كتر دقائق المزيب دي اول حاجة يمكن رؤية جزيئات المزاب داخل جزيئات ايه المزيب طيب نشوفها مع بعض اه دلوقتي وبعد كده ايه اما تخلص عملية الترشيح ديت هنشوف ورقة الترشيح هتلاحظ ان تكون عليها بقعة بيضة البقعة ديت عبارة عن ايه عن النشا ده بالنسبة للخواص العامة للمحليل المعلقة وخلي بالك لما يجي يقول لك اذكر الخواص العامة للمحليل الحقيقية ما نلخبطش بينها وبين المحليل المعلقة او المحليل الغروية نشوف مثال هنا هوت بيقول لك زي ايه زي الرمل في المية او ايه او التبشير في الماء او برضو النشا في الماء نشوف الجزئية اللي بعد كده اللي هو قياس تركيز المحليل الملحية والسكرية باستخدام ايه الايدرومترات طبعا احنا اخذنا في الحلقات اللي قبل كده كيفية قياس تركيز المحليل السكرية الملحية والنهاردة ان شاء الله هناخد كيفية قياس تركيز المحليل ايه المحليل السكرية اه دي التجربة العملي اللي احنا بنقول عليها ودي من الحاجات اللي هي المهمة قوي اللي احنا دايما بنعملها وبنقول دايما اشراك اكتر من حاسة بيثبت المعلومة بنستخدم في الحالة دي الجهاز ايه جهاز اسمه الايدرومتر جهاز ايه الايدرومتر ايدرومتر هنا جهاز الايدرومتر ده عبارة عن ساق تمام ساق مدرجة هنا وعندنا انتفاخ زجاجي وعندنا انتفاخين انتفاخ هواي وانتفاخ في الاخر عبارة عن كرات من الرصاص تمام نشوف مع بعض كده الايدرومتر دوت ايه هي الفكرة العلمية لعمل الايدرومترات طبعا احنا قلناها قبل كده ومازلنا بنركز عليها وبنقولها لاني ممكن يجي سؤال يقول لك ما هو الاساس العلمي لعمل الايدرومتر جزء منها مدرج اللي هو الجزء الرفيع وفيها انتفاخين انتفاخ زجاجي وانتفاخ ايه بيه كرات من الرصاص ايه فايدة كرات من الرصاص عشان تخلي الايدرومتر ايه عمودي اما الانتفاخ الهوائي دهوت عشان يعمل عملية ايه بنسميها عملية اه موازنة او معايرة للجهاز يعني المفروض الجهاز دهوت لو وضع في ماء مقتر المفروض يبقى عند الصفر يبقى عند الايه الصفر المقوي يبقى عند الصفر الايه المقوي او صفر التدريج سواء في السالومتر او البالنج او الباركس طيب احنا عندنا ده جهاز لقياس تركيز المحليل السكرية البالنج ده بيقيز تركيز المحليل ايه اسوقية اما جهاز لو احنا شفنا التدريج من صفر لحد تلاتين الجهاز ده من صفر لحد تلاتين طيب نخلي الجهاز ده كده ونشوف الجهاز التاني ده جهاز اسمه السالومتر جهاز ايه السالومتر جهاز السالومتر دوت التدريج من كم لكم يا مستر من صفر لحد كم لحد مية من صفر لحد مية الجهاز ده بيستخدم هو نفس الشكل بالظبط الاتنين شكل بعض لو احنا شفناه ممكن نتلخبط بينهم ما تقولش ان ده طويل شوية وده قصير لا فيه اجهزة بتبقى قد بعض الجهاز دوت من صفر لحد مية ده بيقيز تركيز المحليل ايه الملحية اما ده بيقيز تركيز المحليل ايه السكرية بيقيز تركيز المحليل السكرية تمام طيب نشوف مع بعض التجربة دي بتتم ازاي وخطواتها ازاي اول حاجة بالنسبة لكل خطوة من الخطوات زي ما احنا عارفين عبارة عن اول حاجة الادوات والادوات ازاي تكون نظيفة وازاي يكون الاستخدام كويس ازا كانت حاجة مبلولة بنجففها المحلول اللي احنا بنستخدمه المية اللي بنستخدمها بتكون مية مقطرة عشان ما يكونش فيها اي تركيز لاملح اخرى وكده طب تعالوا مع بعض نشوف ازاي نقدر تركيز محلول ملحي ده احنا قلناه قبل كده اللي هو باستخدام ايه السالوميتر طب نشوف الخطوات بتاعته ايه اول حاجة الادوات المستخدمة هيدرومتر البوميه او السالوميتر انا وردك السالوميتر على فكرة اجراء الخطوات واحد بالزبط اللي هو تركيز المحليل السكرية او المحليل الملحية الخطوات واحدة وتركيز المحليل الملحية ده احنا قلناه في الحلقات السابقة النهاردة ان شاء الله هنقيس تركيز المحلول ايه السكري تعالوا مع بعض نشوف الادوات المستخدمة في قياس تركيز المحلول الملحي هيدرومتر البوميه او السالوميتر مخبار مدرج هادي المخبار المدرج هاوت نعرضه برضو مع بعض ها ده عبارة عن مخبار مدرج ايه تاني ماء كمية الماء برضو موجودة داخل المخبار تمام بعد كده نشوف بعد كده الجزء ده هاوت نشوف برضو الخطوات كده على شاشتنا قلنا هيدروميتر البوميه او السالوميتر عندنا مخبار مدرج عندنا ماء ملح كولوريد السوديوم تمام ده تركيز طريقة العمل بقى عبارة عن ايه بتأخذ وزنات مختلفة من كولوريد السوديوم وتزافي ميت ميلي من الماء طب لو احنا هنستخدم اكتر من ميت ميلي يبقى هنضعف ايه الكمية او هنزود الكمية على حسب لان دايما في الامتحان بيجيب لك كذا مخبار والمخابير اللي هو بيجيبها لك بتوبة تركيزات ايه مختلفة طب نشوف كده مع بعض بنضع المخبار على منضادة مستوية زي اللي قدامنا ديت بنضع الهيدروميتر بحذر في المحلول مع لفة بسيطة باصبع اليد والسبابة والابهام بنعين القراءة على الهيدروميتر المحاذية لسطح ايه المحلول زي ما احنا وانا تب تقدير تركيز حلول سكري اول حاجة الادوات المستخدمة عندنا هيدروميتر البالنج او الباريكس اللي هو معانا دوت البالنج تاني حاجة مخبار مدرج سكر عندنا برضو كمية ايه من الماء طريقة العمل هي نفس الفكرة برضو بنحضر محاليه المتدرجة من سكر السكروز وبنضع المخبار على منضادة افقية بعد كده بنعمل الايدروميتر بنضع الايدروميتر بحذر فيه لان ايلين الايدروميتر ده زجاجي والمخبار زجاجي ده بالنسبة تعالوا مع بعض كده بسرعة نشوف التجربة دي لان الوقت دايما بيداهمنا احنا عندنا الايدروميتر هوت وده عبارة عن المخبار المخبار ده داخله ماء مقطر لما بنضع الجهاز الايدروميتر داخل المخبار بنضع بالراحة كده شايفين زي ما انا بعمل كده هوت وبعد كده بعمله عملية ايه تحريك بالسبابة والابهام كده لو احنا لاحظنا هنلاحظ ان الايه ان المخبار او جهاز البالنج وصل عند الصفر وصل عند الصفر الماء طيب احنا طيب احنا محلول بقى سكري تاني في اه بتاع مخبار تاني لو جيبنا مخبار مية من السكر فيه ومجرد ما هنضع الايدروميتر بداخله هنلاحظ ان الايدروميتر ايه هيرتفع بارتفاع اكبر من الارتفاع اللي هو هنا يعني هنا بيدي صفر مقوي هنا ممكن يدي درجة 30 درجة بالنج وممكن على فكرة طب نفترض ان احنا ما معناش جهاز البالنج اللي كياس تركيز المحليل السكرية هل ان احنا نستخدم السالوميتر اه فعلا نستخدم السالوميتر لقدن كل درجة من البوميه بتساوي 4 درجة سالوميتر وكل درجة من البالنج بتساوي 55 من 100 درجة سالوميتر دايما الوقت بيدهمنا ما نباش عايزين نفريقكم ابدا بنشكركم على حسن الاستماع وبنشكر اسرة البرنامج ويا رب تكونوا استفدتم معانا ويا رب يكون احنا توفقنا في وصول المعلومة بالطريقة الجميلة اللي احنا بنشرحها جزء نظري وجزء عملي نتمنى لكم التوفيق والنجاح كان معكم السعيد جودة كبير معلمي الفيزياء والكمياء الزراعية بوزارة التربية والتعليم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة